خلوني ارجع ااكد لكم تاني انه لغاية دلوقتي انا بتكلم معاكم دلوقتي ما تحسمش مين المدير الفني الجاي للزمالك في يعني مواجهة جامدة جدا بين اللي عايز المدرب المحلي وبين اللي عايز المدرب الاجنابي والمدرب الاجنابي متفق عليه على فكرة ومتفق عليه يعني كده كده اتفق عليه معاه يعني لكن لغاية دلوقتي لسه ما تحسمش اقص صحيبان بكرة يعني الاقرب في المحلي كابتن خالد جلال لكن في مدرب اجنابي برضو بقوة مطروح الان على التراويزة لسه ما تحددش مين مدير الفني النادي الزمالك انها ما لتأكد ان فريرا ميشي خلاص وانه هياخد نص مستحقاته على سلاسة اقصات خلال الفترة الجاي يعني منتخب مصر بكرة عنده مباراة مهمة مع منتخب زنبيا الاولمبيا بالليل على استاد الدفاع الجوي وعلى فكرة لما بنقول انه المنتخب محتاج دعم جماهيري ده مش كلام كده احنا مش بنقول مش بنجامل المنتخب ونقول يعني ايه يا جمهور النبع عشان خاطرنا روح الماتش لا ده واجب لانه تشجيل منتخب الاولمبيا على فكرة المنتخب الاولمبيا ده منتخب مهم جدا وده الرافض الرئيسي للمنتخب الاول وخدوا بالك احنا عندنا كاس عالم ستة وعشرين ومن ضمن التارجت بتاع الجهاز الفني للمنتخب الاول لاعتماد على صغار السن اللي بيقاهاله لستة وعشرين فالمنتخب الاولمبي يعني في عناصر اكيد هتبقى تحت عين فيتوريا المدير الفني للمنتخب الاول عشان كده احنا يهمنا جدا بجانب التأهل للدولة الاولمبية عايزين نروح المرحلة الاخيرة في المغرب ان شاء الله نعدي زنبيا نروح المغرب نلعب على التأهل لباريس الفين اربعة وعشرين وكمان تأهيل منتخب قوي عشان يبقى فيه عناصر موجودة للمنتخب الاول زي ما حصل مع المنتخب الاولمبي اللي فات محمد عبد المنعم السردباك احمد فتوح الباكليفت امام عشور لعيب خط النص مصطفى محمد المهاجم الرئيس للمنتخب مصر هم دول جايين من المنتخب الاولمبي نفس الفكرة نتمنى ان شاء الله ان الجمهور يبقى بكرة وداعم ودافع للمنتخب الاولمبي لتخطي المباراة الاولى بتاعة زنبيا نروح المباراة التانية اللي هتتلاقي في زنبيا يوم الحد والمنتخب مسافر بطيارة خاصة ساهم الحياة في حجزها والانتفاق عليها سادة وزيري الشباب الرياضة الدكتور اشرف صبحي ان شاء الله يروح مرتاح من نتيجة المباراة بتاعة بكرة المنتخب الاول بيواصل هو كمان الاستعدادات بس المنتخب الاولمبي قبل ما روح للمنتخب الاول اعريكوا صور محمد صلاح نجمينة العظيم نجمينة الكبير الايقونة بتاعة كرة القدم العربية والافريقية والمصرية وحتى في العالم كله تواجد في المنتخب الاولمبي وقال لهم انا انطلقتك من هنا لان صلاح اللعب دورة اولمبية هو كمان وكان مع الكابتن اعتقد ديال سيد والكابتن هاني رامزي وقادي الكابتن واقا الرياض موجود وده مع الجهاز الميكالي الميكالي اللي هو المدير الفني البرازيل وقادي التاقم الكامل بتاع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي وكان حريص انه يتواجد معهم في التدريب ويأزرهم ويدعمهم ويرفع منروحهم المعنوية ويلتقط معهم الصور التسكرية كمان المنتخب الاول كان عنده تدريب مهم النهاردة بكامل قوامه كل المحترفين وكل الناس تواجد ايضا معه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة اللي كان موجود مع المنتخب الاولمبي وايضا المنتخب الاول قادي صور لدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة في وجود السيد جمال علام والسيد خلد الدرندالي واللي هو مشهور والسيدة دينا الرفاع وكابتن حزيم امام وكل الناس اهي موجودة قدامنا في الصور وتدعيم كامل ده محمد هاني اعتقد تدعيم كامل وده زيزه اهو وفتوح موجود اهو ودي محمد عبد المنعم ودي حزم امام وكل اللعيبة ونجومنا موجودين ودعم كتابة نجميلة محمد صلاح كابتن طريق حامد ومحمود حمادة كل النجوم بتاعتنا مصطفى محمد كل نجومنا موجودين ودي لقطة كاملة للمتخب كل بجهازه الفني بكل المسؤولين في اتحاد الكورة بالسياد وزير الشاب والرياضة كدعم ليهم قبل المباراة المرتقبة والمهمة امام ملاوي الناس عايزة تشوف شكل منتخب مصر مع فيتوريا يعني عايزين نشوف هيبقى شكلنا ايه والمباراة بتاعتنا هيبقى شكلنا ايه قدام ملاوي الشكل العام اللي متاخد عن فيتوريا بعد مباراة بلجيكا انه راجل بلعب كرة هجومية لكن برضو بدون اندفاع متزنة وانه بيعرف يوصل لتوليفة وتركيبة كويسة جدا في التشكيل هنشوف عندنا مباراتين يوم الجمعة عندنا في استاد الدفاع الجوي ساعة 9 مساء ان شاء الله بتوخيط القاهرة حضر عشرين الف متفرج بإذن الله يملو الاستاد وبعد كده المباراة التانية هتكون يوم الثلاث في اطار تصفيات كاس أمم إفريقيا اللي هتتلاقيها في كود ديفوار في العام القادم اشتركوا في القناة